بالتأكيد يعني اللافت والجميل يعني محمد يعني لعلنا نحن نشأنا وترعرعنا في ضمن مناهج دائما ما كنا ننظر إلى أسماء رواد فضاء أجانب سواء يوريغا قرين وونيل أمسترونغ هذه كلها ربما كنا دائما ما نسمع بهم ولكن أعتقد أن الجيل اليوم جيل محظوظ عندما يرون نماذج ملهمة في قطاع الفضاء في الوطن العربي وتحديدا دولة الإمارات برائد الفضاء هزاع البنصوري وبطل اليوم سلطان النيادي الأجواء هنا نتواجد هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتحديد في غرفة التحكم الحديث حول هذه الأجواء المفعمة والدور المناط هنا في غرفة التحكم يتواجد هنا معي المهندس سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عام بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء أعتقد ما شاء الله أجواء جميلة مفعمة الكل يترقب الآن ورواد الفضاء يستعدوا للانطلاقة باختصار نتحدث عن جوانب علمية كثيرة أهم ربما ملفين في هذه الجوانب العلمية نعم اليوم نحن نتكلم عن حدث مهم في تاريخ الإمارات اليوم تسطر دولة الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء الإماراتي اليوم نتكلم عن مهمة طموح زايد 2 وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب هذه المهمة جزء من برنامج الإمارات لرواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء وهي جزء من استراتيجية مئوية الإمارات 21-17 الساعية إلى بناء مستوطنة بشرية على سطح كوكب المريخ اليوم ستجعل هذه المهمة دولة الإمارات الحادي عشر عالميا والأولى من خارج محطة الفضاء الدولية التي ترسل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية طبعا استعدادا لخوض هذه المهمة بدأ سلطان النيادي وهزاع المنصوري تدريباتهم في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا منذ سبتمبر 2020 وعلى مدار العامين الماضيين كانت في تدريبات وتمارين كان في جدول تمريني مكثف أتكلم عن تقريبا أكثر عن 1700 ساعة من التدريبات العامة والخاصة على هذه المهمة طيب مهندس سعيد البنصوري نحن نتحدث أيضا عن جانب وربما يكون الذراع الجميل الذي سيكون حلقة وصل ما بين وجود سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية وما سيتم نقله متى ستبدأ تتولون هذه المهمة واستقبال هذه الإشارات الموجودة ضمن هذه المحطة طبعا مثل ما تعرفون نحن اليوم في غرفة التحكم في مركز محمد براشد للفضاء من خلال هذه المحطة الأرضية بيتم متابعة سير عمليات المهمة منذ قبل أطلاق لين ما إن شاء الله يوصل سلطان النيادي بالسلامة على متى محطة الفضاء الدولية طبعا المهمة الرئيسية تبدأ بعد مصول رائد الفضاء سلطان النيادي بالسلام إن شاء الله إلى متى محطة الفضاء الدولية بيتم طبعا مراجعة الجدول اليومي لسلطان النيادي التجارب العلمية الأبحاث اللي إن شاء الله بيجريها سلطان النيادي على متى محطة الفضاء الدولية متابعة سلطان بشكل مستمر للتأكد من سلامة سلطان علامة المحاطة الفضاء الدولية وكذلك نقل التجارب بشكل لايف وكذلك تنظيم ورش عمل لطبعا طلابنا طلاب المدارس والجامعات كذلك جزء من هذه المنظومة وجزء لا يتجزى من هذه المنظومة دائما بيكون في ورش تعليمية بيتم إن شاء الله تحديدها والإعلان عنها إن شاء الله قريبا بتكون في لايف هذه الورش مع طلاب الجامعات والمدارس من خلالها إن شاء الله سلطان نياذي بيعطيهم فكرة عن التجارب العلمية اللي يقوم فيها على مثل محاطة الفضاء الدولية النتائج اللي حصل عليها فنحن نتكلم عن تقريبا 19 تجربة علمية مختلفة تتناول جوانب مختلفة مثل طبعا أنظمة القلب عندك الأوعية الدموية كذلك آلام الظهر كذلك الإشعاعات نحن نتكلم عن بيئة الفضاء بيئة منعدمة الجاذبية شو تأثير انعدام الجاذبية على جهاز التنفس على الجهاز الهضمي على جهاز المناعة على الكتلة العضلية طبعا قبل ما يروح سلطان نياذي كنا قايسين الكتلة العضلية عنده طول العظام وهاي وإن شاء الله بيتم إن شاء الله قياسها إن شاء الله بعد ما يرجع بالسلامة إلى الأرض فاليوم كل هاي الأمور بيئة انعدام الجاذبية بيئة ما عندنا عنها معلومات كثيرة على مستوى العالم من ناحية المجتمع العلمي فاليوم التجارب العلمية اللي بيأديها سلطان نياذي بتخلي دولة الإمارات تنتج نتاج علمي يديد اليوم دولة الإمارات بتضيف كذلك معلومات يديدة حق المجتمع العلمي عن بعض التجارب المهمة سواء كان في الصحة سواء كان في العلوم سواء كان في الرياضيات سواء كان في المجالات الأخرى كذلك عندنا بيئة وجه النبات علم السوائل علم الجزئيات هاي كلها من التجارب إن شاء الله التي سوف يؤديها رائد الفضاء السلطان نياذي علامة المحاضات الفضاء الدولية المهندس سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد براشد الفضاء شكرا على المعلومات الثرية والجميلة وكل توفيق لكم ولطاقم المهمة وبالتأكيد الزملاء مثل ما تفضل المهندس سعيد المنصوري الحديث هنا عن كثير من التجارب اليوم دولة الإمارات دولة نقل هذه المعلومات لتكون متداولة للمجتمع المعرفي والعلمي في كل ما يتعلق بقطاع الفضاء وإذن هي ساعة تفصلنا فقط عن معانقة الإمارات لطموح زايد اثنين وبالشيء لا سيكتب لها النجاح وكل توفيق لرواد الفضاء في هذه المهمة بإذن الله كل الشكر نعم أعود إليكم الزوم العام